مرحبا بكم ارجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس سميد ناعم 2 كوب 370 غرام دقيق 1 كوب 150 غرام بيكين بودر نصف معلقة صغيرة خميرة معلقة صغيرة ملح نصف معلقة صغيرة بانيلا معلقة صغيرة حلبة معلقة الطعام كبيرة 10 إلى 15 جرام يجب طحنها جيد هذا هي بعد الطحن نضحها مع الخليط ونخلط مكونات جيد حتى تنسجن بعدين وضع زيت نباتة او زبدة او سمنة حسب ما انتم حابين اي نوع دهون متوفر عندكم خلط المكونات جيد عجن مكونات جيد بعدين وضع الماء دافئ 2 كوب ماء دافئ اجمالي 400 غرام لتنين كوب نخلط المكونات جيد حتى تنسجن نترك العجنة ترتاح سعة حتى تشرب السوائل بعدين نحضر العسل اللي هو الشيرة تبع الحلويات 22 و 50 جرام ماء تقريبا كوب وشوية يعني زيلا شوية سكر نص كيلو 500 غرام قطعة من الليمون هذا هي الشيرة نحرك جيد تقليب جيد حتى يزوب السكر نوضع قطعة الليمون عند الغليان انتظر انتظر 8 دقائق عند الغليان بعد 8 دقائق بالضبط اغلق الموقع وهيكو تكون جاهزة وضع وضع الطحينة على الصينية او زيت نباتة او زبدة او سمنة اي نوع دهون على الوعى نسكب العجنة ونفردها نفردها جيد تكون متساوية ونزين باللوز او بالفستق او اي نوع من المكسرات نسخن الفرن من فوق ومن تحت في الرف الاوسط 200 درجة مقاوية او حسب نوع الفرن يعني حتى تنضج يعني لازم ترقبوها ممكن ربع ساعة ممكن اقل ممكن اكتر هذا هي شكلها النهائي نقطعها مثل ما احنا بنحب وسلس مربع مثل ما بنحب بنوضع العسل يجب يكون بارد العسل والشيرة تكون باردها والحلبة الصونية للكعكا تكون ساخنة وبنوضع كل العسل كل العسل اللي عملنا نضعها عليها لانه حتشرب يعني حتشرب كل العسل وصحة والف عافية وهذه الطريقة الفلسطينية الحلبة الفلسطينية وبالجزائر بقولوا عنها قلب اللوز بس طريقة الجزائر تختلف عن الطريقة الفلسطينية وصحة والف عافية اتمنى تشتركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة